قبل ما يكملوا الصينيين مستشفى العزل كنا نحن مكملين مستشفى العزل أو الحجر اللي في البشير بسعة 200 سرير تم الأسرة الموجودة فيه حديث 200 سرير حديثات سعر سرير 3000 دينار نقلناهم بالليل فجهد جماعي كان وكبير وكنا نجتهد في معظم الوقت لأنه لم تكن هناك بروتوكولات عالمية لمجابهة هذا المرض فاعتبرناه وباء وبدأنا التنسيق على أعلى المستويات والاجتماعات لمجلس إدارة الأزمات تتم يوميا لتنفيذ القرارات ومتابعتها وجمع المعلومات وتنسيقها واللجنة الوطنية للأوبئة ومشارك فيها عن الوزارة التربية والتعليم وزارة الإعلام الخارجية والنقل والصناعة والتجارة والعمل والسياحة موجودين معنا جزء في لجنة الأوبئة الوطنية وكان لابد من البدء ببناء المنظومة للعمل بحيث يكون فيه تنسيق كامل فكان بناء المنظومة تبدأ من مجلس الوزراء ودولة الرئيس ويليها وزير الصحة كمنفذ للسياسة الكاملة ثم لدينا كان ذراعين الذراع الأول هو مجلس إدارة الأزمات وهو الذراع تنفيذي لتنفيذ الخطط ويطلب منه تنفيذ القرارات والذراع الآخر اللجنة الوطنية للأوبئة وهي الذراع العلمي ووضع السياسات العالمية ونستقل معلومات من جميع مصادر وبدأنا بالتنسيق مع الجميع وأدركنا منذ البداية بأن المعركة ستكون معركة حكومة وشعب فبدأنا ننطلق على الجانب الإعلامي والجانب العلمي معنا كان لازم كل مواطن يعرف عن طبيعة المرض سبل انتشاره كنا نعرف أن عاداتنا الاجتماعية منذ البداية وحتى لما كان المرض لم يكمل الشعر من عمره كنا عارفين معلومات عنه تدل أن عاداتنا الاجتماعية المعروفة والانتوارثة تساعد في انتشار المرض فبدأنا العمل بهذا الإطار وقبل أي دولة في العالم وأريد هنا أن أشكر جميع كوادر وزارة الصحة اللي إلهم أكثر من شهرين على المعابر والحدود وبدأنا بورشة عمل بدي أحكي في بعض المستشفيات إلهم ثمان أيام ثلاث شفتات بيشتغلوا بابنه يعني بابنه شغلات حديثة بحيث أنه بنواجه المتطلبات ترجمة نانسي قنقر